مشاوير مشاوير يعني اتخيل تنزل هالذا المشوار كله تيدي تاخذ كرتون تركض 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 تطرع الدرج وتطرع الدرج وتركض تركض تركض اختها ماوس يا اخي لو في واحد كده ييدي يوصل انا يهابي نيرجي درنك لا والله ما عندي وقت معليش يعني تجيب لك نيرجي درنك وأنا حسابي سبعين ألف معليش والله معليش انا ودي أخدمك والله بس انا يومصير مشهور خلاص الله يعينكم عادي اذا صرت مشهور في اليوتيوب ولا استكشفت حتى المدينة هالا والله بصديقي ترى المحل والله صار بمجانا لو تنام فيه تاخذ راحتك أبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم والله يا شباب في الحلقة السابعة من شافيه سميليتر نجالس أرتب في قرفة اللابتوبات والحين راح نشوف أول شي طبعا كالعادة أول شي نبتديبه نشوف السوق عندنا وش جالسين يبيعون السماعات هذه عاجبتني راح أشتريها لاني أذكرني أوه ما شاء الله هذه الأربع صناديق اللي في آخر حلقة خل نفتح المحل خل نفتح المحل ونوصل السماعة هذه هناك قبل التنظيف وقبل الهم هذا نحط السماعة اللابتوب هذا ليش معكوس اللابتوب هذا ناقص الكراسي مثل ما كنا ناوين نحط ثنتين والله يا خلال اللابتوبات الحمر حلوة والسود برضه كويسين طيب مع الضغطات هذه آآ ناقصها ثلاث كراسي حاليا إن شاء الله هني طالبهم كلهم يكونون جاهزين آآ أنا فتحت المحل ولا ما فتحته ايه فتحته حلوة خلنا نشوف الأغراض اللي بره gaming chair هذا واحد إن شاء الله ما راح يسبب ضيق ياهلا فيكم ياهلا مرحبا مليون نورتو هذي ايش؟ هذي السماعة آآم لا فينا دق مشوار والله هناك خلنا ركب السماعة هذه هنا ياخي مثل ما تشوفون ضيقها الطاولة كده أحس آآ الله ما دل يعطي مين السماعة خل السماعة اللي عندي هنا ما ينفع الله ما ينفع طيب خلها خلها بعدين نرجع للسماعات بعدين gaming chair هذا gaming chair الثالث خلنا وشي نركب هذا اللي هنا طيب ما شاء الله بدوا يلعبون باللابتوب من الحين فلوسي 18900 و gaming chair الأخير هذا واه ياه سلام 100-100 شغل هذي غرفة آآ التهوية طبعا المروح الجديدة ركبناها آآ التهوية إن شاء الله تكون كويسة خلنا نشيك عليها عندي ثلاثين هوت طيب أنا عشان كده ما بعت المكيف هذا لنعرف الاستهبال هذا اللي بيصير لماكن كلها هوت لماكن كلها هوت ياه صبر الله طيب هذا المكان نسيت ما شيكه خلنا نحل مشكلة الهوت هذا هنا آآ ما أنا فيه مكيف هنا عندي أوكي ركبنا مكيف واحد خلنا نطلب مكيفين زيادة والمروح الجديدة برضه كويسة والله أشوف المروحة هذه شكلها كويس وإن شاء الله تهويتها كويسة ما أدري صراحة آآ سعرها بالفين المكيفات نطلب هذا أكثر من واحد ما ودي أطلب الأبيض لأنه حس تهويتها ماش طبعا الأجهزة مرات لازم تجي تتأكد أن كل شي في مكانه لأن مرات الزبون يكون يمكن يحرك الجهاز ولا شي فاللي بعده ما يمديه يستخدم طيب كل شي صح 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 مية مية هذي المروحة وصلتني بهالمكان هنا في مروحة وهنا في مروحة هنا ما في مروحة أنا ركب مروحة هلو صار المكانين هذا كولد هنا 26 يعني هنا ناقصنا مكيف وهنا ناقصنا مكيف ثاني هذا مكيف خلنا نحطه هنا فوق يمدي ما يمدي طيب هنا وكي خلنا جنب أخوف لحين حلنا المشكلة هنكون هنا باقي غرفة اللابتوبات بس نزيد مكيف واحد خلنا نغير ديزاين الجدران شوف هذا نجرب هذا هذا بايع هذا لا باس فيه الأحمر هذا طيب خلنا نستخدم الأحمر للفترة هذا السقف لا هذا الأرضية أرضية صفرة خلنا نجربها مع سقف سقف أنا مستخدم الأسود حاليين صح خلنا نحط السقف هذا بايخ بايخ لباس بايخ هذا حلو بايخ بايخ خلنا على هذا طيب شترنا مساحة زيادة لا ما شترنا مساحة زيادة لنشتري مساحة زيادة اللي هي هذي أتوقع رح يفتح لي الدرج الحيني مدينا نروح الطابق الثاني شب الأرضية صفرة كيف تغير المحل كثير تغير المحل بس ما هو بعجبني صراحة كثير السودة كانت أجمل شوها طيب المساحة الجديدة يا سلام وصلنا الطابق الثاني أمّا أمّا ما يمدي إيش إيش المساحة هذي تستهبل علي بس يمدين لحط فيها ثلاثة أركيد أو أربعة أركيد اثنين هنا واثنين هنا أو ما يمفع لحط بيسي هنا عند الدرج أطلب لنا أربعة أركيد وخلاص خلصنا المساحة أشاء الله الفلوس يا جماعة الفلوس ما يمديك تلحك شرائج دعنا نشتري الطابق اللي فوق بعد نزيد أنا شريت هذا دعنا نشرينا الطابق اللي فوق قلنا نحتاج جهازين أركيد نشتري هذا ونشتري أبو أربع نجوم هذا لا هذا فضل يجب أن نستطيع التحقيق ثنين مقابلين بعض وهذا الأركيد اللي خير معنا المساحة تاخذ أركيد كثير بس ما ودي أسبب زحمة عند الدرج بعدين أندم طيب في مساحة هنا رح أضيف أكثر خلنا نطرع فوق نشوف الطابق الثاني وصلنا الطابق الثاني يا سلام يا المساحة يا سلام يا المساحة طبعا هذاك مسكر بس بالله الحين لو أنت مكاني في هالمكان وش رح تسوي الموضوع يبيل تفكير المساحة في النص واسعة كثير فأفكر رحط طاولة هنا في النص كذا بعدين أكيد طاولات رح تكون في الأطراف لكن رح أرجعها بيسيات رح أرجع بيسيات لأن بيسيات أربعة تحت شوية وداخل هناك رح نحط هنا مثلا جهة لبتوب وهنا رح يكون جهة مثلا كونسل أو الغرف هذي حس الغرف هذي تنفع حق كونسل عرفت أسحب على لبتوبات والله اليوم يبيلنا شغل كثير ورانا شغل كثير لأن نشترينا مساحات كثير طيب نشتري الطاولات الجديدة هذي ولا نستخدم هذي أنا صراحة ودي أستخدم هذي أكثر خلنا نشوف التقايم حرام اللي برع شايفك تقايم حلوة أربعة بس عشان نختصر الوقت رح نطلب بيسي هذا وبيسي هذا رح ننوع وبالنسبة الكراسي رح ننوع هذا وهذا طيب باقي لي ألف ألف وتسعمية فكرنا آه الحق الهاكر حق الهاكر نسيت حق الهاكر أوكي واو والله البيسي هذا رهيب والله البيسي هذا شكله رهيب زي كروسير طيب أنا جالس أجمع العفش يا جماعة الخير والله ينا مشاوير كل شوي تروح آخر شي هناك وتجيب الأغراض والكراتين عندي كثير في بيسي هناك شريعته هنا قبل فترة كويس الحمبي فيه إني كمانا رجعت البيسيات بس برضه لازم قبل الساعة خمس لازم أروح أنام على السريع إيش هذا أنا ما طلبت لكراسي بس متلاحظون الأسود راح يناسق الطاولة هذي أكثر من هذا الله مدري إن ساعة ست إيش ساعة ست أنا ما عدي مدينة أروح أنام مدري هو الساعة ست آخر شي أنام فيه ولا الساعة سبع إذا الساعة ست بروح بحاول ألحق عشان يتغير عندي السوق إيو الله ساعة سبع يعني كويس أقدر أنام ساعة ست لكن بعد ساعة سبع ما يمديني أنام يلا هنمتلي ساعتين والله ورانا يوما طويل ترتيب الطابق اللي فوق كامل لكن أعاد شوف الفلوس اللي بيجيب لنا إياه بعدين حلو حصلنا جيمينك وحصلنا جيمينك تشير واحد بلف ومية هو سعره بكم بل فين تقريبا أنا وفرنا تسعمية حلو شيل نفتح المحل اليوم مش فاضي لكم ما بنظف لكم بشتغل على راحتي فوق بدون ما أحد يقربشني لكن عند دخله واتطلع عادي يو ساتر كل شوي واحد بيجيني ستحتاج شلوس عدش يسوي رجعنا القليش هذاك الغبي اللي خلي الطاولة هذي أكبر من الطاولة هذي كيف لا تسلني هلا بالعالم هلا هلا والله هلا والله هلا والله هذا المكيف حق فوق خلنا نركبه هنا والله مكثر العالم حس اللعبة صارت تقطع تعال 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 الله يشل لك تعال ها وش خربت خربت شيء يا كويس خلي العصا هذي في النص هنا الله أكبر الله ايصار اه مثل ما تشوفوني يا جماعة جالس هرتب المكان هذا والله ها هلكني 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 رايح جاي مشاوير مشاوير يعني تخيل تنزل هذا المشوار كله تيدي تاخذ كرتون تركض 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 تطرع الدرج وتطرع الدرج وتركض تركض تركض اخذها ماوس يا اخي لو في واحد كذا ييدي يوصل انا ما ودي اكمل اغراض كلها عشان لاحد ينشب لي فوق لان ما ارتب المكان كامل وبعدين افتح لهم المجال انهم يجون اشاء الله اغراض كثير والله يا شباب انا مشاوير وانا نازل تحتها مر على هذا واشتر لي الاغراض اللي ناقصه مثلا كذا اخذ لي كيبورد ماوس وبعدين اجي اخذ لي شاشة وبعدين انزل كذا واخذ لي طاولة وانا بالخط لو مع المشاوير هذي كلها عاد تيجي تمشي وتحصل لك حرامي في الطريق مش وقتك نهائيا ولاعبي جاع يا ليل شوف 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 كل كل اللي رجال وربي اينا براك شغل اليوم ان شاء الله هذا يكون الكرسي الاخير رسم بالله يا جماعة هنا مشوار مش مشوار مشاوير مشاوير شوفوا طاولتين هذي اسود في اسود شوفوا كيف البي سي الجميل الاسود شوفوا الحلو هذا الاسود المهم ركبت هنا ثلاث وهنا خمس وهنا سبع يعني سبع اجهزة في هالغرفة مثل ما تشوفون وش رايكم عطوني رايكم بالغرفة الجديدة او الطابق الجديد هذي الكرسي الاخير تقريبا بانضاف والله يطفشوني هذي على الدرج على الدرج وهم نازلين هم طالعين شوف ما يمديك تسوي شي فكان مفروض اني انتظر لين ما سكر المحل واسوي الشغل هذا كله بس بياخذ وقت طويل وانا اصلا امس اشتغلت يعني طول الليل شغال وخلص اصلا وسكر المحل وفتح من جديد وانا لسه والله اني جالس انقل في الاغراض هذي وكل شوي اغير وابيع واشتري مدري يودي كان اثبت الاسود هذا في فيهم كلهم وانا كذا شفت يعني الابيض لا باس فيه الابيض هذا اقلبة لاحد يديني يقولي ترى البي سي الابيض مقلوب انا عارف هذا الشي ولكن عشان الشكل الداخلي بس يكون باي باقي شوية بس ها نعبي هالمساحتين ونكون يعني كل الفل الكافيه ميا ميا ما ودي يسبب زحمة وعبي اركيد وكذا ما شاء الله وصلنا ثلاثين الف والمحل صراحة شكل عاجبني جدا شوية اركيد هنا شوية اركيد هنا هنا اكس بوكس هنا اكس بوكس هذا كل بلو ستيشن هنا اربع لبتوبات مثلا ما تعرفون صراحة يعني في انجاز هنا الطاولات يعني الطاولات شوية تعبانة البي سي موجود هذا ش فيه يقول ما في بي سي هذا تمام شغال شغال اركيد هنا كله شغال ما في اي مشاكل والمحل اللي حين بيسكر اه صر تحفظ مثل والمحل بيسكر والله من كثر ما لعبت اللعبة خلاص صر تعرف ان المحل اللي حين بيسكر مدري كمه 12 ساعة يفتح يمكن ايه من 9 الى 9 12 ساعة بس حتى ما مدان ينظف ولا مدان يسوي شي اصلا ولا ودي ينظف ولا ودي يسوي شي اه انا ودي يشوف الدخل بكرة كم بيوصلني تعرف روح نام روح كل يا رجال وبرجع بعد اليوم او اليومين هذي الطويلة اجسم بالله ان اخذ مني وقت ترتيب الطابق الى فوق ودي اعرف بكرة الدخل كم يجيني عرفت وتقريبا من ناحية التكلفة يمكن والله هتكلفني 100 الف هذا المنبه حق امس نطفيه جاه المحل على بركة الله جينا بدري اليوم متحمسين الساعة تسعة بالضبط بالملي الحين الناس يبدون يجون بس انا علي بس اشوف كم اتدخل اليوم بس ودي اعرف كم اتدخل ثلاثين الف ما نمشتري شيء ما نمشتري شيء ما شاء الله مثلا ما تشوفون الشعب كله مستمتع كلهم يضاحكون شوف هذا كيف مستانس الناس كثير طالعين هنا حطيت اربع اركيد نسيت ما اقول لكم وهنا اثنين ما حبيت اني اكثر لانه بيكون على الطريق وبس اشزت ما زت شيء ثاني اوكي هي الزحمة اوكي هي الزحمة هي الزحمة الحين منصدق الزحمة خمسة واربين الف يا جماعة الخير وصلناها زي الحلاوة خلا نشوف تقايم الناس واكثر كمبيوترات اللي تجينا منها دخل ستة واربين الف شوفوا ما شاء الله تقيم اربعة 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 تقريبا كلهم اربعة الكل اربعة والفلوس ما شاء الله مية وخمسة ثلاثين هذا اعطاني خمسمية بالنسبة للكونس الاخر واحد اعطاني مية ثلاثمية هذا الاثنين يلعبون في الكونس الالحين هذا اعطاني خمسين بس معنا التقيم كان اربعة فاصل اربعين تقريبا مية تجريبا تمرتي تطريبا ستتطيع ان اربعين لأنها تطريبا تطريبا تبريبا تطريبا تطريبا هاي راح امريا اقول لهم تعالوا تعالوا شوف ما زال كولد هذا بدون مروحة بدون ايشي هنا بري كولد راح اشل واحد من المكيفين واطلع فوق اتوقع هنا الريدي كولد خراص اجلبة نقل واحد من المكيفات هذه اللي هنا ونحطه هنا اذا يكون الوضعت الري كولد هذه راح تتغير بتصير كولد او بتصير وورم يمكن مهروض يا اخي والله لو وهذا الشفافين يصير يعني لعبة ما في اجمل منها خراص تمشي ما يصير تدخل في الزحمة كذا خصوصا يمكن معاك اغراض ومعاك شغلات ياخدت نرفز شوف يعني هذا الاثنين على الدرج الحين عادي كانوا يحشروني لو انهم شويين حشر خلهم شفافين ايش المشكلة؟ اما الحرامية هذالك لا ماينفع شفافين الحرامية هذالك نازم يكون شوفها شوف تيجي تتباه هذال في الزحمة الليش يوم اجي اروي واحد شي مايصير الشي اللي ابا ارويه اياه شوفاها شوف شوف لصف ارويكم من الزحمة اه جمعنا اليوم كم بدأنا ثلاثين الف؟ يعني جبنا خمسة وعشرين الف الحين يعني تقريبا في اليوم الواحد كم ساعة؟ الله لسه بدري يعني بنص الوقت جبنا ثلاثين الف يعني في اليوم الواحد نجيب ستين الف هذا وانا مش مستغل المساحة يعني مرة مرة يعني مهتم بالشكل شوي اما لو التفكير مثل ما قلت كذا بس فلوس تعبي اركيد في كل مكان ليه ان هنا حتى تحطرك حب اركيد لا ما كذا بجيب فلوس اكثر اكيد هذه الشغلات ودي ابيعها والله توقع في طاولة حتى اني رميها وانست ابيعها شوف الله هنا صرت ارمي كسلان ابيع طبعا هذا ما لها داعي في الحياة عرمين يدخلون بس اتوقع انه مخفو ما شالله الفواتير ـ ـ ـ ـ ـ ـ س lever تصير ما أرد على التعليقات ولا أعرف أصحابي ولا أعرف أهلي ولا أعرف حالي أنا ذكرت شي يا جماعة الخير أكثر واحد مرتاح في المحل منه الطباخ الخلي وراي هذا اللي جالس أدفع له فلوس ولا البودغارد اللي ما كيف؟ كيف أتردهم؟ كيف أتردهم؟ والله ما لهم داعي في الحياة خصوصاً الطباخ هذي ورب الكعبة لي أسبوع إيش تسوي؟ ودي أعرف ويش تسوي؟ والله لي أسبوع أني مريحة ما أدري ثلاث حلقات يمكن أو آخر أربع حلقات ما أشوف شبتسم يضحك ورب إنك مرتاح وتستنى مراتب يفرفر بالساطور اللي بيده خلاص أسفين يلا أطلعوا خلاص ثمانين ألف وصلنا يا جماعة أنا صراحة أشوف أني سويت كل اللي في خاطري يعني أكثر من كده تقدم في المحل ما أشوف في تقدم يعني حتى لو يعني ما في تحدي في اللعبة صراحة يعني بس تجي كل يوم أتعدل هذا البي سي كده أشوف نفسي ختمت اللعبة يا جماعة نظرة أخيرة للمحل نظرة أخيرة للمحل هذا الأركيد حقي هذا ظرفة البلاستيشن ها والأكسبوكس وثنين أركيد هنا وأربع لبتوبات هنا مع سماعاتها لبتوب الأحمر هذا سوف أشتاقوا إليك وأشعد هنا أثنين أركيد وهنا أربع أركيد وهنا مساحة فاضية عشان الزحمة وهذا الأثنين اللي معلقين من بداية الدوام وهنا مساحة فاضية يتمشى فيها الكاستومر وهذه مساحة صغيرة كده مثل ما تشوفون حتى لو اشترتها كده رح أضيف فيها بلاستيشن ما أشوف صراحة الشيء هذا المسدس اللي أرويكم بعد شوي الشغلات اللي كسلان أبيعها من الصباح يا جماعة أسكر المحل خلاص توكلوا عن الله طيب إيش رايكم بخلي لكم المحل كده مفتوح 24 ساعة مجانا إلى اللقاء يا سادة شكرا لكم على الحضور ولا أقول لكم ما راح أبيع الأغراض هذه اللي بيها هياخذها ها شكرا لكم وشكرا لصاحبنا هذا راعي التخفيضات إيش اسمه باون شوب أونر شكرا نيل غالي الله يعطي كالف عافية ما قصرته والله أسعاركم جدا جميلة وفتوني كثير خصوصا في البداية المدينة طلعت فيها بلاوي رسم بالله أني أول مرة أجي المكان هذا يجمع إنديان ها يوشي أثري دي بعدين يقولون لي والله ليش الناس يدخلون عندك مدري إيش طيب والمحلات هذي شوين فيها خلنا تمشى في المدينة نشوف ربي إن كل يوم دوام ومدري إيش ولا استكشفت حتى المدينة والله والله تعب ونفسهم مشيت الهوملس يا الحبيب ترى المحل صار مجانا والله زعلان مني ما عد بده يكلمني المهم أي خدمات ولا شيء ها؟ حتى هناك في شقة رقم كم ثلاثمائة واثنين والله نسيت رقم شقتي المهم فيها ثلاثمائة الطابق الأول تحصل على إيشارك وشكر خاص صراحة لراعي البيتزا والخبز والشغلات هذه المعلبة شكرا لك جزيل الشكر والله يعني كنتوا ناس طيبين والحرامي الحرامي تعال 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 أنت لك شكر خاص يا وصخ اللي كل ما أصقع راسك كذا واتجيني ثاني يوم ولا تخرب الأجهزة الله يطوكم العافية جميعا وشكرا شكرا راعي الفندق شكر خاص شكرا مشاهدين العزاء شكرا لكل من كتب لي في الكومنت نصيحها أو أي شيء يسويها في هذه اللعبة شكرا لكم جميعا شكرا 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 لا تنسوا اللايكات خلاص من الحال خلاص خلاص اهدأ اهدأ بس والله يا جماعة أتمنى أنكم استمتعتوا في هذه السلسلة ونشوفكم إن شاء الله على كل خير في سلاسل قادمة غالبا هذا الفيديو راح ينزل ونمسافر ففي هذه الفترة إن شاء الله الخمول اللي في القناة إن شاء الله أنكم تعدونا على خير تسوون نفسكم ما شفتوا شيء بس هذا كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه أنا شوف العلامة هذه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هلا أيوه صفق 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 هذا الكلب هو نفسه ليجلس يكتب لي في التقايم أيين من يقول لي والله في ناس التابع مقاطع ياستع Pasteur هله ها المهم يا جماعة أنا كنت أختم والله المقطع مدري إش Leslie جابني هنا بس كده جاني فضول ها شفت علامة علامة هذه شفتها بالله العظيم من أول حلقة بس أقسم بالله يا شباب إلى ما جينذا المكان بس قلت بما اني اودع الكل خلني اودعهم حتى هم يمكن احد منهم زارني ولا يلا السلام عليكم سؤال نفسكم ما شفتوا شي